ابحث عن الجمل العددية الصحيحة لنتعرف على الجمل العددية الصحيحة لا بد أن نتحقق من صحة حل كل جملة الجملة العددية الأولى 16 ناقص 3 يساوي 13 قلنا سابقا لنتحقق من صحة الحل علينا أن نجمع الناتج مع العدد الأصغر 13 زائد 3 يساوي 13 في عقلي و3 في أصابعي يعطيني 16 الآن ماذا نفعل؟ نقارن ناتج الجمع مع العدد الأكبر في جملة الطرح ونلاحظ أنهما متساويان هنا 16 وهناك 16 إذن هذه الجملة العددية صحيحة لننتقل الآن إلى الجملة العددية الثانية 13 ناقص 5 يساوي 9 ماذا نفعل؟ لنتحقق من الحل نجمع الناتج مع العدد الأصغر 9 زائد 5 كم يساوي؟ إذا كان لدينا 9 فإننا من الأفضل أن نجمعها بأزواق العشرة لتكون عملية الجمع لديكم سريعة 9 تحتاج إلى 1 سنأخذ الواحد من الخمسة ويتبقى فيها أربعة نوصل 9 وواحد عشرة عشرة وأربعة أربعة عشر الآن نقارن ناتج الجمع مع العدد الأكبر في جملة الطرح ونلاحظ أنهما مختلفان إذن هذه الجملة العددية خاطئة لننتقل إلى الجملة العددية الثالثة ستة عشر ناقص أربعة يساوي أربعة عشر لا بد أن نتحقق من الحل لنعرف ما إذا كانت الجملة العددية صحيحة أم خاطئة ماذا نفعل؟ نجمع الناتج مع العدد الأصغر أربعة عشر زائد أربعة يساوي بارك الله فيكم ثمانية عشر الآن نقارن ناتج الجمع مع العدد الأكبر في جملة الطرح ونلاحظ أنهما مختلفان إذن هذه الجملة العددية خاطئة الجملة العددية الأخيرة هي سبعة عشر ناقص ستة يساوي إحدى عشر لنتحقق من صحة الحل نجمع الناتج مع العدد الأصغر إحدى عشر زائد ستة كم يساوي إحدى عشر في عقلي وستة في أصابعي وعدة صاعديا سأحصل على سبعة عشر بارك الله فيكم الآن أقارن ناتج الجمع مع العدد الأكبر في جملة الطرح وألاحظ أنهما متشابهان إذن هذه الجملة العددية صحيحة الجملة العددية الصحيحة هي ستة عشر ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة عشر وأيضا لدينا سبعة عشر ناقص ستة يساوي إحدى عشر ترجمة نانسي قنقر